أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قج من ينذر بأسا شديدا من لده ويبشر الفنين الذين يعملون الصالحات أننا أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قال اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرة كلمة تقود من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا معنا الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمنا وإنا لجعلون معنا سعيدا جرزا أم حسب ذات أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أغل الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وشبا فضربنا على آدارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أخطاء ما نبثوا أبدا نحن نحس عليك نبأهم بالحفظ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السمارات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذ انشفصا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلها لو لا يأتون عليهم بسلطان بيّر فمن أظنب من افترى عن الله كذبا وإذا اعتزلتكم وما يعبدون إلا الله فأوئنا الكهف ينشع لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أملكم رفقا وترى الشمس إذا قطعت تزاور عن كذبهم ذات اليمين وإذا وربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو الموتد ومن يبن فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقادا وهم ربود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعهم مصيب لن اطلعت عليهم لولا اعتمدهم فغارا وكذلك بعثناهم يتساءل وكذلك بعثناهم لولا اعتمدهم احدا وكذلك بعثناهم لألموا ان بعد الله حقوا وأن الساعدنا وكذلك بعثناهم وكذلك بعثناهم ونبثوا في كهفهم ثلاثمئة جنسين واجدادوا تسعة كل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابشر به واسمع ما لهم من دونه من ولي من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدد لكلماته ولن تجد من دونه من بحثا واصبر نفسك مع الذين دعون ربهم من عداد والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينك الحياة الدنيا ولا تتع من اغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبعها هو كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر انا اعقدنا للظالمين نارا احاط بهم سلسطقها وان يستغرقوا يغاطوا بماء كالمهلش الوجوه بئس الشراب وساءت متفقا ان الذين امروا عملوا صالحات انا لا ندعوا عجر من احسن عمل اولئك لهم جدنات عدل تجني من تحته والآلاغ يحلون فيها من اسابر من ذهب وعلبسون ثيابا خضرهم من سسدسه واستباق من سسدسه واستباق المتقين فيها على الأرائك نعم الثباب وحسنت مرتفقا واجرغ لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من كعنابه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرها كنت الجنتين آتت تقنها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لسسر بيبه ويحامله أنا أكثر منك ما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أدن أن تبيد هذه أبدا وما أدن ساعة قائمة وليهدد إلى ربي لأهدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحامله أكفك بالذي خلقك من تراب ثم من نتفت ثم سوا كرولا لكن كده الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا خلت جنتك قلت من شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وكوسل عليها حسبالا من السماء فتصبح سعيدا من زلقا أو يصبح ماءها أو أنفلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاية على عروشها على عروشها ويقول يا ليت ديلا مشرك بربي أحدا ولن تتبعوا فئة ينسرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحفظة هو خير من ثوابه وخير عقبه وذرب له مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فانطلت به نبات الأرض فاصبح حشيما نتذره الرياح وكان الله على كل شيء مقددرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عين من ربك خوابا وخير أملا ويوم نسشر الجبالات والأرقبان ززا وحشماهم فلم نغادل منهم أحدا وعرضوا على ربك سسفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة من سعنتم فلن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فضى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغانر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصارا ووجدوا ما عملوا حادرا ولا يفهم ربك أحدا وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لهذا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ودذيته أولياء من دوني وهم لكم عدد بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذنين عددا ويوم يقولوا نادوا شركاء والذين سعدتم فدعوهم فلم يستجدوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون أن رفضهم أنهم مواقعها ولم نجدوا عنها مصرفا ونقصصنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما أمر عن الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الولى ويستغفر ربه إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب ببلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل يلحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أطلب مما ذكرت بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهه وفي آذانه المقرى وإن تدعوهم إلى الغدى فلن يهتدوا إذا أبدا وردك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبون عجلهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من ذونه موئلا وتلك القرى أهلكنا ربلا واجعلنا لمهلكه موعدا وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبدو مجموع البحرين أو أمري حقبا فلما بلوا مجموع بينهما نسي أحوتهما فاتقل سبيله في محر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا رباءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أعيد إذا وينا إلى السفر فإني نسيذ الحرود وما أنسى له إن الشيطان أن أكبره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما قدنا نبغي فرطد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي شبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من مذكرا فانت لقى حتى إذا وكبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتطرق أهلها لقد جئت شيئا جمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي شبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهغني من أمر عصرا فانت لقى حتى إذا لقى غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكيت بم غيره لقد جئت شيئا جمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي شبرا قال إن سألتك عن شيء من بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانت لقى حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقدفا طعمه قال لو شكت لنت خلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبهك بتأليل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في الفحر فأرغت أن أعيبها وكان نراءهم ملك يأخذ كل سفينة غسبا وأما الغلاب فكان أبواهم منين فرشينا أن يرهقوما طغيانا وكفرا فأرغنا أن يبذلوا ربهما خيرا منه زكاكته وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنس لهما وكان أغرهما صالحا فأراد ربك أن يبنغوا أشدهما ويستخرجا كنسهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تدين ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سألوا عليكم من ذكرا إنا مكننا له في الأول وآتيناه من كل شيء من سببا فأتمع سببا حتى إذا غلوا مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عين ذا قوبا قل لا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه محسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه أعدابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمر لا يصرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ نطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لبدع لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السببين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقوون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يحجون ومنجون وفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما متقني فيه ربي خير فأعلمني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى إذا زابا بين الشدفين قال لن فخوك حتى إذا جعله نرى قال آتوني يفرغ عليه فترا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وقدنا وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموت في بعدهم ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم من أخصنين أعمالا الذي لنغل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الشرعا أولئك الذين كفروا بآيات ربه ونقائه فحبقت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جدنات في فلوس سزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان المحر غدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلي مددا قل إنما أنا بشر وفلكم يوحى إلي أنما ما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرف بعبادة ربه أحدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا